هذا الكلام ولا لا إذا إمام الطبري ما ذكر هذا الكلام تعالوا ارجعوا إلى محمد صالح وقولوا له أنت كذاب يا محمد تفو عليك وعلى اللي خلفك وعلى اللي يستمع لك وعلى البشرية كلها اللي كانوا أمثالك وإذا شفتوا وإذا شفتوا كلامي صحيح وأن هذا الكلام موجود في تفسير الإمام الطبري وقتها انسكوا هذا الكتاب واتصقوا عليه وقولوا تفو عليك لأن كتاب عديم الأخلاق بتعلم أولادنا قلة الأخلاق لأنه ببساطة شديدة بتقولوا لحظة سأطلع لك التفسير هذا الثاني في صحيح البخاري في صحيح البخاري أخوه برقم 6824 أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه ماعز ابن مالك قال لعلك قبلت أو غمست أو نظرت قال لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنكتها أنكتها لا يكني أي ما يعني وضح الكلمة بالضبط بالنيك قال أنكتها قال نعم قال فعند ذلك رجبه لما تأتي وتقول لي لحظة لحظة أعطينا الرغم بصحيح البخاري دعنا نطلع أعطينا الرغم بصحيح البخاري دعنا نطلع 6824 عرفت كيف؟ وفي مسند الإمام أحمد برقم 2433 عرفت كيف؟ وإستاذه صحيح على شرط الشيخين والتخريج لأحمد عرفت كيف؟ اكتب أنت أنكتها وأكتب عندها الدرار السنية الموقع الذي مختص بتصحيح الأحاديث راح تشوف هذا الكلام حقيقي أنت؟ أتعتقد أنه أنا ممكن أكذب عليك وأجعل من نفسي مصخرة قدامكم قدام 3000 شخص وأذكر لك رواية كاذبة؟ أنت ذا تكذب القرآن كله ما تقول رواية كاذبة؟ شوف يا أخي ما يمكن أكذب عليكم في مثل هذه الأمور يا أستاذ محمد أنت ذا تكذب القرآن كله ما تكذب حديث؟ يا عمي أنا ما يمكن أكذب عليكم وأطلع لكم حديث من جيبي ما يمكن ولكن أنت جاهل ما بتعرف دينك والآن أنت يستوجب عليك بعد ما تتأكد من هذا الحديث تقول عن نبيك أنه عديم الأخلاق ببساطة شديدة ولكن ما راح تفعل تعرف ليش؟ لأنه أنت يقول لكم مبرمجة شوف شوف يا شباب هذا اللي عم يقول عنها شوف هو هذا موقع موقع مسيحي اللي عم يقول عنه هو موقع مسيحي والله شوف هذا من موقع الدرر السنية شوف والله شوف يا أخوة يا أحبة هذا من موقع الدرر السنية والله هذا هو هذا الذي يديره هذا الذي يديره السقاف يا حبيبي الله العظيم شوف شوف مواقع شيعية مواقع مسيحية أنصحكم مصيحة لوجه الله لا أحد يأخذ من مواقع مسيحية مواقع شيعية أنا رحضة لحظة أبو سعد خليني أنا أواكد على كنا يا أحبة يا أحبة يا أبو سعد يا أحبة يا مسلمين يا السنة أي حديث أنا أقوله لكم إذا شفتوه في موقع مسيحي أو موقع شيعي لا تأخذوا به لا تأخذوا لحظة لا أنا بسعد حتى كتاب صحيح البطاري حرفوه كتاب زمانة بكلم الناس يا أحبة يا السنة هذا الكلام اللي أنا بقوله لكم إذا شفتوه في موقع شيعي لا تأخذوا به إذا شفتوه في موقع مسيحي لا تأخذوا به إذا شفتوه في موقع ملحد لا تأخذوا به إذا ما شفتوه في موقع مسلم سني لا تأخذوا به كلامي غلط ولا سني مؤكد بيش تطير عن تحنون الأسلام إذا ما تأكدتم أن هذا الحديث صحيح وقال به أئمة السنة لا تأخذ بكلامي هل أنا الآن وقتا أكون مدلس أنت بقول الأحوال مدلس ما هو هذا يسمى هكذا كان نبيك لأن نبيكم علمكم على عدم الأخلاق الرغم أنه أنا أكون صادق في إعازي في لحظة في اقتباسي وأقول للناس روحوا خذوا من مصادركم الأصلية خذوا من البخاري ومسلم خذوا من مسند الإمام أحمد خذوا تخريج الحديث لحظة لا تكلم خذوا تخريج الحديث من أئمة السنة الذين يصححونكم إياه إذا كنتم سنة عرفت كيف وعند الشيعة من أئمتكم ومن مراجعكم الآن أنتوا الآن بهذا بهذه الطريقة أنا بيانت لكم أنه نبيكم قال أنه أنكتها وأنا موافق إذا شفتم أنه هذا لحظة بتكلم إذا شفتم أنه هذا الكلام مش موجود عند السنة ارجعوا لي مرة ثانية وابصقوا علي وقولوا تفو عليك يا محمد صالح وعلى اللي خلفك وعلى اللي جابك وعلى اللي حلمك أنت واحد كذاب مدلس حقيق وإذا شفتم بيانت لحظة بتكلم لحظة بتكلم لحظة بتكلم لحظة بتكلم وإذا شفتم لحظة بتكلم وإذا شفتم إنه هذا الكلام صحيح وأن اللي يقول محمد صالح وأن نبيكم كان يتلفظ بمثل هذا الكلام على مذهب أبو سعد وعلى مذهب أخلاقكم اللي تتشدقون بها امسكوا نبيكم هكذا وقولوا تفو عليك يا محمد بن عبد الله لأنك إنسان عديم الأخلاق لا يقولون عنك فيها يا محمد صالح ومو عن نبينا وبعدين المسلمين والصادقين والمؤمنين ما يصدقون حديث كاذب عن الرسول لا لا يصدقوا والله كلهم يصدقوا كلهم يعرفين شف شف ولا يتربون الحديث لاحظة يا موساد أنا أقول لك كل الناس بتصدق تعرف ليش لأنها ببساطة شديدة أي واحد ممكن يروح يكتب على اليوتيوب راح تطلع له خمسين ألف يعني موقع اللي بشروحات المشايخ من علماء السعودية وعلماء مصر وعلماء موريتانيا وعلماء العراق تشرحوها عرف كيف شو معنى أنه يعني يقول ولا يكني عرف كيف وبالتالي هذا الكلام ما حدا يقدرين كرة هذا الكلام موجود في دينكم وحسب حسب شريعتكم حسب شريعتكم بتكلمك أنت شو بتعمل أنا بكلمك وأنت تتكلم بالتليفون أربك أني على البث أنا الآن وأنت في التليفون لا لا بس بعد ذلك عم يتصر هاي يقول لي ليش ما عم يبين بالبثج هاي يقول له أنا مسكر البث من عندي فتحت وروح أنا الآن بقول أن أبو سعد يقول أنكتها هذه كلمة غير أخلاقية لو عندكم شجاعة وتأكدتم أنه نبيكم قال هذا الكلام قولوا عنه نبيكم غير أخلاقي يا أخي نبينا نبينا الحمد لله خلوق أمين صدوق ما عنده هاي حاديث هاي ملفة وكل عليه من المنافقين طيب يا مساعد أنا أعتقد أنه إحنا وصلنا إلى منطقة يعني مسكرة نكمل في وقت آخر ونعطي المجال لغيرك مع السلامة الله يهديك بس من النفاق الله يهديك أنت الله ما قادر يهدي المسلم اللي مش قادر يهديك أنت اللي مش قادر تلتزم بسنة نبيك كيف رح يهديني أنا لا الحمد لله أنا ملتزم بسنة نبيك حتى لو بسنة نبيك أنت طلع على رأسك في المراية وذكر حديث القزاء هذه معصية يا حبيبي معصية وفقصور أنك أنت تفتخر بمعصيتك مو كفر يا حبيبي مو كفر هذا مو كفر يعني عادي أنك تعصي عادي أن أعصي طيب على الاختصاب اختصاب النساء لحظة 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 اختصاب النساء معصية ولا كفر اختصاب النساء حسب عزجوك إنت بس أنت تخاف تطلع برات البيت مثلا ما يقتصبونها جاوبني اختصاب النساء في شريحة كفر ولا معصية شوف أنت مو تخاف تطلع برات البيت بسنة نبيك جاوبني على قد السؤال لا أختصاب النساء أنا مهتدي الحمد لله ربنا أنا مهتدي نعم ليكفيني إني آمن بالله وبالقرآن وبالسنة وأنت كافر بذلنا الثلاث أنت كافر بذلنا الثلاث رائع جدا شكرا لك أبو السعد السلام عليكم عليك السلام دير بالك لحالك إن شاء الله السلامات من معنا بعد شكرا لك مرحبا يا هلا كيف حالك أنا بخير أنت كيفك طمام أنا لا ديني حاليا من خلفية مسلم سني بس عندي إلك سؤال إيش رأيك بأنواع اللا دينيين اللا أدرية والربوبية ولا هيك يعني شو تفكير أنا ليس لي رأي في ناس ليس لديهم مناهج واضحة اللا دينية هو موقف من الدين الإلحاد هو موقف من الدين فهؤلاء كل واحد بحسب أنا ما ممكن أعطي رأي في شخصيا بلأنهم لا دينيين يعني كل واحد حسب هو شو أفعاله شو تصوراته شو أيديولوجيته شو فكرة شو رؤيته السياسية الأخلاقية الإنسانية الفكرية الإيدولوجية كذا فالواحد ما بيكون إنسان جيد أو سيء بمجرد أنه يكون لا ديني وإنما الإنسان يكون جيد لأنه ببساطة شديدة يعمل شغلات جيدة ويفكر بطريقة جيدة والعكس وبالعكس أنا سمعت من فترة كان حدا يحكي أنه اللا أدرية أنه موقف أكثر عقلانية لأنه ممكن يكون في خالق أو ممكن ما يكون في خالق يعني أكثر من ربوبية فهو موضوع نسبي برأيك أنه يعني ممكن أنا أعرف أنا ما أجغل نفسي بهذه الأمور صراحة أنا موضوع الإله هذا من ألفي إلى يائي مش ما ماخب حيز في اهتماماتي ولا تفكيري يعني ما بيهمني إذا كان موجود أو غير موجود ما بيهمني صراحة أنا بيهمني الناس اللي على الأرض فقط طيب شكرا كثير لك أهلا حبيبك إسلام لي وادة شكرا لك أنت حبات بيتكوين بيتكوين مرحبا مرحبا يا أستاذ مرحبا يا هلا كيف حالك حالي أفضل من حالك هذا المهم ما لك وما الحديث أن اكتها هذا الحديث صحيح لو كذب مثل ما قال الأخ هذا الحديث صحيح حتى يتثبت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعلم أن هذا الرسول له لحظة 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 يا منتصر يعني هذا الحديث صحيح أنا ما كذبت فيه لا لا ما كذبت عبدك العيد يعني نبيه كان عديم الأخلاق حسب رؤية سلم لحظة حسب رؤية سلم أن النبي كان عديم الأخلاق هذا هو يمكن عنده جهة الفئة في الحديث يعني لا لا تحكم عليه بذلك غفر الله لنا ولا ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له أغمستها أنظرت يعني أنت الحديث اللي هو السرد فأتى حتى حتى يتثبت أن الرجل هل هو عاقل أم لا فالرجل يعني قال نعم ورد عليه بأنه كما يضع الغشة في البئر وكما يرود وشعر في الحديث يعني فما في ضير يعني ما في مشكلة لحديث طيب لعضة يا شيخ منتصر إذا ملك معانا ما أدري يا عزيزتي ملك إذا موجودة أو حبيبنا جاك وإذا عندكم وقت تساعدوني في دارة البث أنا بحاجة إلى حد يساعدني صراحة لأنه أنا الآن عندي التكست واقف كليا ما أدري إذا تقدروا تعملوا هذا الشيء ولا لا إذا ملك وجاك اللي موجودين معانا بالعادة إذا عندكم إمكانية تصبوا قيست إذا معانا أحد من الأخوة أو إذا أحد من الأخوة بيشوفوهم في مكان ما بيك مثلا إذا هم يعني يكتبولهم لأنه أنا ما أقدر أكتب لحد أنا الآن مش قادر أشوف البث عندي يعني كان صار عندي نوع من من جمادة وكذا يعني إذا كنت متعب ورهب إن شاء الله في وقت ملاحب البث عندي ماذي صارت فيه إشكالية تقنية شكله ممكن عشان من زمان فاتح عشان نكيله نا والله أنا فاتح من تقريبا من ثلث ساعات أو هكذا يعني مش فاتحة طويل طيب يا شيخ منتصر اليوم ما فاتح الكاميرا لا نفتح ليش ما نفتح بالبيت أنت أنا اليوم بالبيت آه جالس شغل شوية ضريف عنا الله يسيك ربنا يوسع عليك أشكرك أشكرك أمين طيب عن شو تحب نتكلم اليوم يا يا منتصر الله يبارك فيك أنا يعني اليوم أنا شفت شفت لموضوع أنتو تبدعوا أنه في القرآن لا تقول أنتو لما تتكلم معايا لحظة يا منتصر لما تكون معايا لا تقول أنتو أنا بكلمك محمد صالح أنا أستطيع أن أقول لك أنتو لماذا لأنك أنت تدعي أنك سلفي فبالتالي ألزمك بالمنهج السلفي وأنتم طائفة أو مجموعة أو فرقة أو جماعة سميه ما شيء نعم فأنت ما تستطيع تقول لي أنتم أنا مش مجموعة أنا فقط إنسان بسيط طالع من مساجدكم وبعرف اللي موجود في دينكم وبتكلم فيه ما في مشكلة نحن نعتذر لا لا عادي عادي مش ما تحتاج تحتذر ولكن من باب التصحيح عشان ما تعتقد أن أنا طائفة مثلكم طيب شوفكم تقول أخي الكريم هو في آية اللي هي أطلم بعد ذلك زنين فهي إنها لقبت بأن هذا ابن زنا أو هو ابنها هذا كرامي بالكثير ماشي لكن في تفسير أخرى يعني هي تأتي على تفسير المعنى بالكثير لخصتك الكلام هذا قال وأغلب الناس على أن الزنيم هو ابن الزنا ماشي بس موضع الوليد بن مغيرة كان بهذا والتفسير يدون على أنه كان يقصد به ابن زنا لأنهم اتهموا بأمه لا بس فيه فيه رواية ثانية على أساس أنه كان لئيم كان عنده لئم يعني هي إلها إلها أكثر من معنى ابن زنا وابن لواط وابن 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 ولكن فيه موضع الوليد بن مغيرة على أساس أنه كان لئيما لا كان لئيما لا عرفت كيف؟ ولكن أنت تعلمونها بأنها كلمة وسخة لا تقول أنك يقول ابن كثير يقول ابن كثير وأنا دائما أستشترك بهذا الكلام ابن كثير يقول والأقوال في هذا كثيرة وترجع إلى ما قلناه وهو أن الزنيم هو المشهور بالشر الذي يعرف به بالشر لا لحظة أتكلم لسه لسه ما أكمل كلام الزنيم هو المشهور بالشر الذي يعرف به يعرف به من بين الناس وغالبا يكون دعيا ولد الزنا فإنه وثم بعد ذلك يفسر لماذا يعني شقيا ولد الزنا لأنه فإنه في الغالب يتسلط عليه ما لا يتسلط على غيره فهمت الفكرة؟ سكر المايك أنت قال غالبا وليس في كل الأحيان وليس في كل المعنى هو هكذا هو هكذا أنا متفق معك ولكن هنا أنا سألت بعض العلماء قالوا لهذا هنا بمعنى أنه كان لئيما لأنه معروف أصل النسل ما هو لا سبب النزول أنه كان يقال له لما أتهم بأمه ذهب إلى أمه وقال نعم أني يعني واقعت رجلا وأنك لست ابن أبوك يعني ببساطة شديد لذلك المسلمون وأهل التفسير قالوا أنه يعني أن القرآن فضعحه وبيّن أنه ولد الزنا إنه هو الولد بن مغيرة آه طيب ماشا سبحان الله لكن كل تفسير إلو أنا ممكن أجيك الآن بتفسير آخر أنا متفق معاكم على التفسير أنا لا أخجل أنا لا أخجل وما الفاصل في ذلك ما هو كل هذه التفسير اللي أنت عندك أستاذ المنتصر لا أنت لما تقرأ التفسير شو بيطلع لك مثلا بالعادة بيطلع لك وقد اختلف أهل العلم في تأويل هذه الآية وهذا أكثر ما يقول هو الطبري إذن أنت الآن في أي آية ممكن يكون فيها تفسير أخرى صحيح؟ وهذا هو حال أغلب القرآن ما في تفسير واحد ما في تفسير واحد صحيح؟ دليل على هذا الدليل على أن هذا القرآن ليس موبيل وليس واضح لو كان واضح لو كان واضح فهل هو تفسير واحد شوف أنا أحكي لك شغلة أستاذ محمد في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كان في تفسير أصلا كان العرب يفهمون قراءة النبي على طول إلا أنه فسر بعض الآيات فقط ما كان في تفسير لا صحيح لذلك الشقة عليهم لما نزلت الآية قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم طيب شقة لا مش هاي الأية اللي شقة عليهم لا شقة عليهم قالوا ومن منا لم يلبس لحظة مكيفة فقالوا ومن منا لم يلبس إيمانه بظلم قال ليس ما تذهبون إليه وإنما الظلم هو الشرك ألم تسمع قول الأقمال أو بمعنى الحديث يا ابني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صحيح إذن هنا مش كل الناس كانت تفهم القرآن ما أنا بحكي لك فسّر بعض الآيات أن النبي محمد في كثير من الأوقات كان يأتي ويفسّر كما في حديثة بذر في موضوع والشمس تجري لمستقر لها ماذا قال فيه لا 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 تسكر الماء أنا أريد الكلام يكون أخذوا عطى بيناتنا ما تكون محاضرات ماشا ماذا قال هل تدري أين تذهب الشمس أنها تذهب عند عرش الرحمن وتسجد وتستأذن حتى ترجع في تفسير قوله والشمس تجري لمستقر لها وأحقص على ذلك كثير من ولذلك البخاري لما تقرأ أنت في البخاري راح ترى الآيات التي فسّرها النبي محمد لأنه ما كان ما حدا بيفهم أنت تتوهم أن الناس كانت تفهم القرآن لأنها لغة قريش ولكن هذا الكلام ليس صحيح صراح أنا قلتك فسّر بعض الآيات وليس كن الآيات أغلب الآيات أو مش أغلب ولكن الكثير جداً مو بعض البعض هو من ثلاثة إلى تسسا ولكن أغلب أو الكثير جداً من الآيات عشرات الآيات إن لم يكن المئات فسّرها النبي محمد لا ضايرة في ذلك الآن في حديث عن الروايبضة قالوا يا رسول الله وما الروايبضة كلمة ما كان يعرف العرب طيب إذا الروايبضة مش مفهومة ليش يستخدم لغة ما بيعرفون معناها حتى يعجز أهل القريش هذا الكلام ما كان في مكة وفي القريش هذا الكلام كان في المدينة في المدينة يعني هو نفس الشيء لأنه كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتاهم وتحداهم بلغة البلاغة يعني كان الأهل الشعب بلغة البلاغة هل قل يا أيها الكافرون فيه بلاغة؟ طبعا هاي براءة براءة من هاي براءة اقرأ لي اياها بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد هذا تأكيد لكم دينكم وليا دينكم اقرأ لي من أول الآية آية آية فسر لي ياها شو البلاغة في هذا اقرأ لي أنا مش مفسر أعطيني معنى الآية لنشوف وين البلاغة قل يا أيها الكافرون ممكن أدخل على التفسير الآن اسمح لي كلام واضح كلام واضح ما اختلف لك بس ممكن شو كان اسمك أنت أبو شو كان كنت ناديك أخي أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن قل يا أيها الكافرون يحتاج إلى تفسير ما تحتاج ولكن إلها موضع إلها حدث ممكنت تقول أن الكفار كانوا يفهموها على سجيتها اذكر لي أنت الآن البلاغة اللي أنت تفهمها من هذه الآية أذكر لك هذه البلاغة البلاغة يكفينها براءة براءة من الكفر هذه أجمل بلاغة البلاغة البلاغة مكيفة البلاغة ما لا علاقة بالموقف الديني البلاغة هو أنك تأتي بكلام قليل يعطي معاني واضحة وصريحة وبائنة بدون تكرار ممد بدون ما كلكلك كثير على قوات المصريين هذه البلاغة هي كلها خمس آيات يعني مش بلاغة خلينا نشوف ما هي البلاغة قل يا أيها الكافرون هذا عرفنا النداء موجه لمين الكفار للكافرون عرفت كيف شو المفات شو بدك تقول لهم لا أعبدوا ما تعبدوا طيب يا أستاذ محمد إذا ما دخلنا على التفسير وفهمنا ما راح كداء يعني صراحة حيكون جوابك سطحي زي بلت الاب تتكلم فيه دعنا أدخل التفسير قول لي ماذا قال آل التفسير في هذا التكرار تفسير صورة الكافر أنا راح ألزمك بالتفسير ماشي زي ما حدتك هي صورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون وهي أمر آمرة للإخلاص في لا خلاص مما أنك تحكمت إلى التفسير بيني التفسير في هذه الآية تفسير من عقلي أنا لا من التفسير أقرأ لي من التفسير ماذا أقرأ لك من التفسير الآن أنا والله يلا أنا أقرأ من التفسير هذه السورة صورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون وهي آمرة بالإخلاص فيه فقول الله تعالى قل يا أيها الكافرون يشمل كل كافر على وجه الأرض ولكن المواجهين بهذا الخطاب هم خطاب والله أنا كنت عارف لا 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 اقرأ اقرأ قل لي وين وجه البلاغة في هذه الآن أعطاك إياها على وجه الأرض شوف هي وجه البلاغة بس هي بالأخص كانت إلى الخطاب لا بأس قل لي وين وجه البلاغة في هذا لما يكرر الكلام وجه البلاغة البراءة هذه البلاغة فيها تنفعهم من رأسك اقرأ التفسير لأن أنا لما سألت قلت أنا أنا راح يكون كلامي سطحي انت كلامك سطحي الآن اقرأ للتفسير ما قعد بقرأ لك الآن وقيل إنهم من جهلهم دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبالة أوثانيهم سنة يعبدون معبوده سنة فأنزل الله هذه الصورة وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية شوف البلاغة فقال لا أعبد ما تعبدون يا أخي قالوا ما أعبد ما تعبدون لا تشرح لا تشرح اقرأ اقرأ الكلام يعني من الأصنام والأنداد ولا أنتم عابدون ما أعبد هو الله وحده لا شريك له فما كمل فما هنا بمعنى من ثم قال ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد شو معنى هذه الآية ما هو قالها في البداية ولا أعبد عبادتكم أي أسلكها ولا أقتدي بها هي نفس المعنى هي نفس المعنى ليك بكررها وإنما أعبد الله على ما هو نفس الكلام أبي عبد الرحمن هو نفس الكلام لا أعبد ما تعبدون ولا أهتم عابدون ما أعبد الآية اللي بعدها ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد نفس ال smarter الآية الأولى لا ثميانو ثلاثة هو نفس المعنى تبع أربعة وخمسة شو الجديد في هذا شو اللي صار في الآية أربعة وخمسة وقتها يا أستاذ محمد تعرف أن أقول لك شغلة سبحان الله إذا المفسر بعد 300 عام أو بعد 400 عام فسرها بهذا الحلة الجميلة فما بالك الكافرون إذا يفهموها بهذه المعاني لا أنت الآن تقول كلام رأسك وكلامك سطحي لأن أنا ألزمك بكلامك أنا كلامك سطحي لا تجزمني ولا أجزمك أنت الآن في بداية الحديث قلت لحظة لحظة أنت في بداية الحديث قلت أنا الآن لما أأتي وأفسر القرآن من رأسي سيكون كلامي سطحي لا أريد كلام من رأسك كلمة واحدة ما أقبلها اقرأ لي إلى المفسرين وبين لي وين البلاغة في هذا الذي تقول طيب خلينا أكمل أي ولا أعبد عبادتكم أي لا أسلكها ولا أقتدي بها إنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضى الله أكبر ولهذا قال ولا أنتم عابدون ما أعبد أي لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادكم بل قد اخترعتم شيئا من تلقائي أنفسكم قال إي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى شوف لا تقول جاوبي ما الفرق بين الآية ثلاثة وأربعة عفوا أربعة وخمسة والفرق بين اثنين وثلاثة بدأناها يا أستاذ محمد بدأناها قل لي الآن الآن كل هذا الكلام أنا أحكي من عندي لاحظة أبو عبد الله لا ما أريد كلامك أنت كلامك أنت صطحي وكلامي أنا صطحي عرف كيف وأنا ألزمك بمنهجك أن قلت نبدأ للمفسرين لأنه أنا إذا فسرتها من عندي رح يكون كلامي صطحي مثل ما أنت صحي وأنا ألزمك بما أقول لاحظة الآن هو أتى بأمور في الآية قل يا أيها الكافرون لا لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد تمام هذه الآيتين ثم ذكر أمور أخرى في ولا أنا عابد ما أعبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد تمام اللحظة اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة لهم نفس المعنى بماذا تغير التفسير أول شيء بيّن لهم لا لا إصبر بأخذك من التفسير أنا بطلع بأتكلم أفهم الكلام يا أبو منتصر أبو عبد الرحمن الكلام اللي يقيل في ثلاثة في أربعة وخمسة هو نفس الكلام اللي ينطلق عليه في اثنين وثلاثة ما الفرق في ذلك أنا ما بعرف أنت بذلك تقنيني فيها أنك لازم تحكي آه صح لازم تتكلم كده والله يكحاسس أنا بصراحة أنا بيّنت لك إيش قالوا فيها أنت ما بيّنت هذا الكلام لأنكم أنتم كائنات يعني ما بتشغلون عقولكم تقرؤون بدون ما تفهموا أنا الآن أعطيتك مثال حي أصبر أعطيتك مثال حي قلت لك هذا التكرار وين قيمته وين شو البلاغة فيه جيت لي قلت لي قل يا أيها الكافرون الخطاب لكفار قريش لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد تمام ثم ذهبت إلى الآية الأربعة وخمسة ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ما هو نفس الكلام اللي قيلة فيه آية الثنين وثلاثة ليش يتكررها في الثلاثة الالفgh لم?... اثنين وثلاثة هو نفس أربعة وخمسة حرفت كم؟ وثنين وثلاثة وإربعة وخمسة هو نفس المعنى لكم دينكم ولية دين نفس الكلام لكم دينكم ولية دين هذه الأربعة آيات مله valued 60 لازمة في البلاغة على أي أساس لاحظة على أي أساس أنت تجيبتي هذه الأربع آيات وحشرتهم في نص النص بدون فائدة وين البلاغة في هذه ما في جواب ما نحن يكون عندك جواب تعرف ليش؟ لأن ببساطة شديدة هذه الكذبة التي تقولونها أن القرآن فيه بلاغة ما فيها بلاغة ولكن لأنكم تقنعون بالغصب أنكم تقتنعون أن فيها بلاغة أنت بدك تقنعني أنا كلامك وسأك أنا مش مقتنع بكلامك وكلامك طبعاً ما راح تقتنع لأنك أنت لأول مرة بالقرآن أنا ممكن أقتنع بكلامك ليش؟ لأنه ما يترتب على اقتناعي بكلامك أي شيء في حياتي غير أني أقول أنا مخطئ ولكن ولعكس صحيح لحظة ولكن أنت ما يمكن تقتنع بكلامي لماذا؟ لأنه يترتب على اقتناعك بكلامي أن هذا القرآن كتاب غير بليغ وإنت إذا قلت هذا تكفر وتخرج من الإسلام صح أو لا؟ نحن طبعاً نحن أصر محمد أنه سمعاً وطاعاً لحظة وبالتالي وبالتالي أنت مجرد عابد صنم يخاف أنه تعبد هذا الصنم لأنك نحن أتكلم لأنك تعتقد أنك إذا خالفت هذا الصنم راح تكفر بل أنا ما عندي حاجة أخاف عليها عشان أكفر أنا ممكن أقتنع بكلامك إذا شفت فيه حجة ومنطق بس أنت حتى لو شفت الحجة والمنطق ما ممكن تقتنع بكلامي لماذا؟ لأن اقتناعك بكلامي اقتناعك بكلامي يخرجك من هذا وفي عقليتك أنك إذا خرجت من هذا راح تدخل النار وتبقى فيه إلى أبد الآبدين فبتخاف أنك تقتنع هذه الحقيقة المرة لابد مني أخاف أنا عندي رب أخاف منه يا أخي ولمن خاف مقام ربه جنتان يا أبو عمو أنت مشكلة أنا عندي ركيزة عندي خلفية عظيمة سلعة الله ألا إن سلعة الله الجنة يعني سلعة الله غالية يعني أنت أبو يا أبو عمو أنت شعب أسر محمد أنت عندك خليني أسألك خليني أسألك عندنا رجلين لو قلنا للأول روح ساعد هذه المرة المسكينة في الشارع وأنا أعطيك خمسين دولار والثاني وقلنا روح ساعد هذه المرة المسكينة في الشارع وأنا أعطيك خمسين دولار الأول قال لنا خلاص طالما تأطيني خمسين دولار أنا أروح أساعدها الثاني قال أنا ما أبدي خمسين دولار أنا أروح أساعدها لإني أحب أني أساعدها أيهما أفضل عندك إيش اسمه إيش اسمه إيش إيش قال أنا أحب أن أساعدها بدون مقابل بدون مقابل هذا اللي أنا بقول هذه ركيستك جعلك كائن أناني انت حتى لما تساعد الناس بتعملها لأنك تؤمن بأنها في ثواب صح؟ صح لو لا صح لو لا صحيح فبالتالي انت في الحقيقة ما بتساعد هذه المرأة لأنك انت بدك تساعدها انت بتعمل بتساعد هذه المرأة لأنك تؤمن بأنها راح تؤجر أنت رأس مالي أنت رأس مالي لا 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 بالحكس انت راح تشوف مين الرأس مالي الآن من النفعي اللي بيساعد الناس حتى المصطلحات مع الاسف الشديد ما تعرفون معناها يعني لأنه العقل في البيباد أنت الآن مثلا لحظة أخي أبو عبد الرحمن بالله عليك والله إلا أن جاءت لحظة لحظة أنت لحظة فأخلي توصل الفكرة الفكرة تبع الركيزة ركيزتك الدينية هذا يجعل منه كائن أناني تساعد لما تشعر وتعرف أن لك أجر على ذلك وهذا الأجر سواء كان في الدنيا أو في الآخر فأنت تساعد فقط لأنك لحظة تساعد فقط لأنك تريد أن تدخل الجنة بمقابل بينما الإنسان الآخر الذي ليس لديه هذه الركيزة لما يروح يساعد شخص يروح يساعد لأنه بيحب هذا الشخص بيشعر بألمة وبيروح يساعده وما بده أجر ولا مال ولا ثواب ولا أي حاجة على ذلك فهمت كيف؟ فبالتالي أخلاق وإنسانية هذا الرجل الذي لا يؤمل بمنظومتكم الدينية أفضل مليارات المرات من هذا الذي يروح يساعد لأنه يعتقد أنه سيدخل الجنة لأنه إيش خطورة هذا الذي يفعل كل حاجة عشان يدخل الجنة أنا أقول لك إيش خطورة هذا أنا ربي غني وأنا طمار أعطيك الفرصة إيش خطورة هذا الذي يؤمن بالجنة والنار خطورة أنه ممكن يروح يقتل إنسان لأنه يؤمن بالجنة لماذا؟ لأن الإنسان بحد ذاته مش مقدس عنده بينما هذا الذي لا يؤمن بالجنة والنار لما ترتفع لديه الحس الإنساني مش فارقة معاه حتى هو ممكن يختار أنه يقتل ولا يشارف في قتل الآخر وهذا هو الفرق إحنا عندنا رب غني ونطمع يدعوننا رهبا وعندما يسمون فيه آيات ثانية فيها الطمع أنا مش حافظ الآيات الآن مش داية في فكري وأنا ما سعتها إلا لوجه الله عز وجل عرفت كيف؟ إذا ما أجرني عليها في الدنيا بأجرني عليها في الآخرة وين اللؤم في الموضوع؟ وين اللؤم في الموضوع؟ أنا مش فارق أنت رأس مالي أمريكي أنا مش أمريكي الرأس مالي الرأس مالي هو الذي لا يفعل شيء إلا بالمقابل هذا هو أنت ما أنت أعطتني مثالين أنت أعطتني مثالين واحد وخمسين وواحد بدون أنت أعطت المثل أيوة طيب أنت أعطت لي واحد أخ دفع واحد بيديك خمسين والثاني ما مش رح يديك خمسين وأنت أخترت مين؟ اللي ما يديني خمسين ها بالضبط بينما أنت في حياتك العملية بتختار مين؟ هل الذي يساعد الناس يساعد الناس بدون الإيمان بالجنة والطمع بالجنة أفضل؟ أو الذي يساعد الناس بالإيمان بالجنة والطمع بالجنة؟ سؤالك رفس الشيء ما فهمتش عليك ما عاد مرة ثانية في عندنا إنسان مسلم يروح يساعد الناس عشان يدخل الجنة يوجه الله عشان يدخل الجنة حالو وفي إنسان آخر بيساعد الناس وما بيؤمن بالجنة يساعده لأنه بده يساعده يشعر بألام الناس أيهما أفضل؟ أفضل اللي طلب الجنة ما هذا اللي في آية بالقرآن؟ أنت الآن رأي اسمالي أنت بتؤمن بشغلة بتروح تعمل الحسنة بتعمل الصدقة عرف كيف؟ بتقدم المساعدة إذا كان في ثواب في دينك صح؟ يا أستاذ محمد صح لولا قلني صح لولا صحيح صحيح إذن هذا الكلام أنتوا ناس أنانيين ليش؟ لأنكم لا تؤمنون بالمساعدة المجردة الله سبحانه وتعالى هو من أمرنا بذلك كذلك هو هذا الناس عالكم أنانيين ومن الناس من يقولوا ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ما هو هذا الذي تقوله لا هذا الذي تقوله هو اللي بتقوله هذا اللي أنا بقوله عرف كيف؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون تحولكم إلى عبوات ناسفة إلى تائمات متفجرة إلى ناس مجرمين وقتل عشان تدخلوا الجنة لا 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 مش هيك يا أبو السلام بلا شو معنى يقاتلون شو معنى يقتلون ويقتلون ما تنسى إن الله سبحانه وتعالى برضه قال شو معنى يقتلون وقاتلون في سبيل الله الذين يقتلون ويقتلون ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين في آيات مترتبة يا أستاذ محمد غير صحيح ما تقوله كل هذه الآيات منسوخة شوف هذه الآية جازت لك لكن هذه الآية ما جازت لك لا 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 ما جازت لي الآيات التي لا تأمر بالاعتداء والمبادرة بقتال الكافر كلها منسوخة لحظة كلها نسخت بآية السيف مو بكيفك بالعكس في آية نسخة آية السيف اللي هي السلم وادخوله في السلم كافة هي أصر نسخة آية السيف أنت الآن لو قلت هذا الكلام لو قلت هذا الكلام عند صالح الفوزان لأوجعك ضربا والله يا على ناسي والله بنعالي يضربني ما عنديش مشكلة هذا يعرف إنه رح يضربك بنعالي وكيد ولما يوجد علماء السنة علماء السنة يقول آخر ما نزل من القرآن يعني سورة التوبة وفي أحكام القتال هي آية السيف إيش اللي بينسخ آية السيف أنت حقيقي أنت؟ كيف تنسخ هذه الآيات؟ وهذا آخر عهد النبي بأحكام المشركين وهذا استدل به استدل به أبي بكر في قتال المرتدين طبعا فبالتالي لحظة فبالتالي الحكم الذي موجود في آية السيف ألغت كل هذا الكلام الذي أنتم جالسين تشدقون به قدام الناس من سلمية دينكم إذا القرآن يقول ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلم طيب يا سلام عليك ما شاء الله عليك إيش معنى هذا الكلام وتدعوا إلى السلم إيش معنى إلى السلم لا يعني لا تدعوا إلى السلم إذا كنتم منتصرين في حال قوة ما تصالحوهم وتهادنوهم لازم هذا لا بد من ذلك شو إحنا القوة إحنا القوة لا بد من ذلك كنت إحنا عزيزين نفس هم يجي يترجونا هم يباشي العلادي مخرجوكم لا تقبلوا لأنه أنتم قوة لعما يدخل الإسلام لعما يدخل الإسلام لعما يدخل الإسلام أو أو يقتلوا أو الجزية أو الجزية الجزية فحالي من إيش جابوا الكفار ين لا معين لا لو أنك العلاقة لأن أنا عهدي بك رجل سلف يفاهم هذه الأحكام هذا ليس له علاقة بالمحاربين الإسلام لا يدعو إلى القتال بسبب المحاربين وإنما الإسلام يدعو إلى القتال ابتداء حتى يدخل الناس في دين الله عرفت كيف طبس مرضو فيه آيات أو أنت تكون لهم ناس على أن يكونوا مؤمنين هذا يقول ملاش قيمة ملاش قيمة وما أنت عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بجدار لماذا لماذا أقول لك كيف ملاش قيمة أنا أقول لك كيف ملاش قيمة أنت الآن لو كنت مرتد وارتديت عن الإسلام ما حكمك أنا حكمي قتل ولكن لحظة لحظة أنت عشان تحافظ على حياتك المفروض ماذا تفعل المفروض أظل أنا مسلم حتى يعني أظل حتى لو ما كنت مقتن صح لا بد من الاقتناع لأن الله يعلم ما في الأنفس لا الله هذا مقصد ثاني حكمك في الدنيا منافق بقول لا لا حكمك في الدنيا المنافق حكمه مسلم في الدنيا ملوش حكم منافق في الإسلام لا يوجد حكم منافق في الإسلام في عندنا مسلم وكافر عرفت كيف المسلم المسلم يدخل فيه الكافر الباطني والذي هو حكمه في الظاهر مسلم صح وهذا هو الذي منافق صحيح والكافر الذي عندنا حكمه كافر يدخل فيه المسلم المكره الذي هو في الباطن مسلم ولكن ظاهره كان كافر مثل العباس وغيره لما النبي جاه يوم بدر وقال أما ظاهرك فكان علينا صح؟ صحيح ماذا؟ أحكام القيامة هذا موضوع ثاني أحكام الدنيا إيش هو؟ أحكام الدنيا أنت عندك حكم ظاهر وحكم عندك حكم ظاهر يقسم الناس إلى مسلم وغير مسلم المسلم درجات عرفت كيف ولكن كلهم مسلمين المسلم الذي يعني يعتبر صادق والتتقي وكذا والمسلم الذي يعتبر مبتدع والمسلم الذي يعتبر فاسق وضال إلى آخره والكفار كذلك هما على قسمين قسم يسمى بالكفار المحاربين وهم كل من لا ليس بيننا وبينهم ما يعصم دماءهم أي بمعنى لا 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 ليسوا من الرسل وليسوا من أهل الأمان يعني بمعنى وليسوا من أهل الجزية وليسوا من أهل الصلح وغير هذول الكفار كلهم مستباحي الدم إذن أنت الآن لما تقرأ أحكام الشريعة الإسلامية ستعلم يقينا أن أحكام الشريعة تقول أنه يجب قتال هذول الناس كلهم والمرتد يقتل لماذا؟ وتجبر على الإسلام وأهل الشرك وأهل الكفر يقاتلوا أما يدخل الإسلام أو يصبح لدينا أو نقتلهم أو نسترقهم يعني بمعنى آخر صحيح صحيح فبالتالي أنت نعم تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين هذا الكلام ليش قيمة والنبي والمرتد والمرتد يقول له ارجع ارجع عن ما أنت عليه فإذا لم يرجع يقتل فكيف ما تكره الناس حتى يكون أنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ولذلك لذلك النبي محمد قال أمرت أن أقاتل الناس الناسنا عامة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويقوم الزكاة فإن فعلوا أصموا مني دماؤهم وموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله هذا أمر أمر الله سبحانه وتعالى إذن هذا دليل على ماذا هذا دليل على هذا دليل على أن هذه الشريعة تأمر بقتل الناس إذا لم يؤمنوا بالقرآن لم يؤمنوا بهذا الدين على أن الأرض يورثها لعباده الصالح ماذا موضوع ثاني هذا الشريعة يكره الناس على الإيمان إذا ما دخلوا الإيمان يقتلهم فشو يعملوا أكيد راح يتحولوا إلى منافقين ويدخلوا هذا الدين ظاهرا على الأقل وما العيب في ذلك هذا كل العيب هذه تعتبر قمة الإجرام في حق الإنسان أنت تريد أليس هذه أرض الله لحظة أليس هذه أرض الله أليس تريد أن المسيح يأتي إليك ويقول لك إذا لم تدخل في ديني رحقت لك أو البوذي أو الهندوسي أو الزردشتي أو الكونفشيوسي أو اليهودي أو كل من هذول يقول لك إذا لم تدخلت ديني رحقت لك قمة الإجرام هذا كيف هذا تقول ما في عيب إيوان العيب؟ هم على باطل ونحن على حق أنتم لستم على حق حتى لو كنت على الحق يا حق لك أنك تروح تقتل الناس بإسم أنك على الحق؟ طبعا لابد لأنه هذا أمر الله عز وجل حتى لا يخلق الأرض فساد الأرض الآن فيها فساد يا أستاذ محمد أنت أكبر الفسادين في الأرض أكبر بلاد التي فيها فساد هي بلاد المسلمين من الرشاوي ومن الاقتصاب ومن الجريمة ومن كل حاجة أكبر الفساد وما أنتم كمسلمين والله أنكم تخافون كثير أنت مش ملاحظ أكثر المسلمين بطولوا معك بالبث لأنهم غيرتهم على الإسلام شوف كيف ربنا عز وجل راصخ الإسلام في قلبهم شوف كيف أما بطلع لك واحد منحد خمس دقيقتين بطلع معاك أول مسيح أنا ما بحقي فورت غير المسلمين تعرف ليش أنا أقول لك ليش أنا أقول لك ليش لأنه أنا بناقش الشريعة الإسلامية فمن الطبيعي أني أطلع المسلمين أنا الآن لو أطلع أنا الآن لحظة لو أطلع معايا الملحدين واليزيديين والمسيحيين الكل رح يعملوا دينكم مبصقة كلهم رح يبصقوا على إلهكم ونبيكم وقرآنكم ودينكم وبلدانكم ومسلماتكم ولكن أنا ما بأعمل هذا الشيء تعرف ليش لأنه أنا رجل دارس شريعة أريد أناقشكم بهذه الشريعة الذي الله يجب أن تحسن الأسلوب شوية أفضل لا الأسلوب يأضر من أسلوب نبيك وإلهك بسم الله ونعم إلهك كيف أنت تطالبني أنت حامل مثل قوم هود أنت كيف كيف تطالبني أني أحسن أسلوبي وأنت قدام الناس ما تورعت أنك تقول عن أمك أنها تكون مثلها مثل الكلبة كيف بسبب قرآن ما ليش هذا 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 مثله وكما مثل الكلب أن تحمل عليه يلهب أو تتركه يلهب هذا على بالعام 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 هذا قصة يهودية قصة يهودية لا قصة يهودية ما تدخل فيها المسلمين هي قصة لا 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 كان كلب يهودي تعرف ليه دخلت فيها المسلمين لأن القرآن يقول ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا كل واحد يكذب بآياتك كل واحد يكذب بدينك عرفت كيف يكذب بآيات إلهك أنت تعتقد أن مثله مثل الكلب والله لون الله عز وجل قال بهذا لتعديت بأكثر يعني أنت ترى أن الكافل مثله ومثل الكلب لما الله يعطيه العلم جاوبني الله يعطيه العلم أبو أستاذ محمد يعطيه العلم وينسلخ منه الآن أنت تراني أنا مثلي مثل الكلب أنا أشوف أنت بتحب أقول أدبي أقول صراحة أسمح لي أسمح لي أسمح لي أطبع أخلص مثل الكلب أنت صحيح انسلخت من الكلب أنا ما برحمة الكلب أخلاق أينا أوضل من الثاني أنا شوف أنا استأدمت منك أخلاق أينا أخلاق أينا أفضل من الثاني أنا ما بشوف أنت الآن بتسيب على محمد وعلى النبي لا ما بسيب علينا يا عز وجل أنا ما بسيب على محمد إنه محمد شخصية شخصية أنا ما بعرفها أنا بتكلم عن هذه الشخصية اللي موجودة عندكم في الكتب اللي كان فيها كلها أنت قلت لا يبسق عليكم إيهانة هذه أصبر شوي أصبر شوي أنت الآن لما تجي تنصحني وتقول حسن أسلوبك كيف أنا اللي ما أشوفك أنت مثل الكلب وما أشوف أي إنسان مثل الكلب عرفت يف يكون أسلوبي أسوأ من أسلوبك وأسلوب إلهك ونبيك وقرآنك وأسلوب المسلمين اللي بتقولون عني أنا كلب أو أنا مثل الكلب انسلقت من العلم انسلقت من العلم مش فاهم الفكرة لا يا أستاذ محمد أنا ما في أقبل آية حتى كيف كيف شخص لا يقول عنكم كلاب حمير يكون تأتون تنصحونه بأنه يحسن أسلوبه بينما أنتم تدعون الأخلاق وتقولون عنه وعن من هو مثله من مليارات البشر أنه مثل الحمير والكلب الله يا أستاذ محمد يعني الله سبحانه وتعالى عندما ينزم حجته على البشر شفت كيف يعني يستحق أكثر من ذلك لأنه هو الذي خلقهم هذا اللي أنا بقوله يا أبو عبد الرحمن أقول هذا الدين هذا الدين لما تتمسكون به وتطبقه وتدافعون عنه فجأة الأخلاق منكم بيروح وتتحولون إلى منسوخ واحد جالس يكلمك بكل أدب وإحترام وأنت لا تتورع أنت سمحت لي لا أنا بسمح أنا بسمح لكل الناس أنا بسمح حتى أكثر من هذا لا أنا ما بحب أشتر لا أنا بحب أشتر لا أنا بحب أشتر الفكرة مو أنا سمحت أنتم لا تتورعون أن تسموا الناس وتشبهون بالكلاب والحمير والبعايم كيف أنتم يا أستاذ محمد كيف إلهكم إلهكم يزرع هذا في رأسكم وتعتقدون أن هذا هو الأخلاق أستاذ محمد يعني ناس تأبى دين الله ترفض دين الله هاي عندها أقول إنهم إلا كالأنعام بل أضلوا سبيلا بل أضل بل أضل من الأنعام يا أستاذ محمد وما رأيك لو أضلوا قالوا عنكم نفس الكلام قالوا عنكم إنكم أنتم بهايم عرفت كيف لأنكم تؤمنون بشغلة خرافية بل أكثر من هذا على الأقل لا 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 ما ترتب على كفر الناس لم ليس فيه أذية أن الواحد يؤمن بهذا الدين أو لم يؤمن به بينما ما ترتب على إيمانكم أنتم هو ما سبت الناس لعن الناس تكفير الناس استباحة دماؤهم اختصاب أعراضهم سبي واسترقاق أولادهم وسرقة أموالهم وأخذ بلدانهم كيف كيف هذا الذي كيف هذا الذي عندما كفر بإلهكم لم يترتب على كفره أي أذية لأي إنسان على وجه الأرض يكون مثل البهيمة بينما بينما الذي ترتب على إيمانكم أن القتل السبي اختصاب النساء استرقاق الأطفال لا في اختصاب لا في اختصاب لاحظة سرقة سرقة الأموال أخذ البلدان بالإضافة إلى احتقارهم وسبهم والتصغير من شأنهم كيف هذا الذي لم يترتب على كفره أي ضرر يكون بهيمة بينما أنتم تكونوا ناس محترمين الذي ترتب على إيمانكم كل هذه النقائص الله يا سيد محمد أنا شو بدي أحكي لك أنا بتكلم معاك أنا بتكلم معاك كعقيدة كدين كقرآن كالله خالق وكل شيء يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء أنت كلامك وانت بتحمل ربنا جميلة بأنك أنت مخلوق أنه الله خلقك أنتك حاسس أن أنت جهنم وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين فما بالك وماذا لو كان هذا العقيدة حاشا لله يا أخي واحد معتوف في الصحراء واحد معتوف في الصحراء بسبب صدفة جغرافية وصدفة تاريخية وصدفة اجتماعية ترتب على كلامه هذه العقيدة عرفت كيف؟ ثم أنكم اليوم تدفعون ضريبة من أخلاقكم ومن إنسانياتكم لأنكم تتبعون شخص كانت عندها لاوس خرج في بيئة بداية صحراوية بدوية ومن أصدقوا من الله قيلها لا 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 كل هذا الكلام كله كذا يعني شوف أنت يا سيد محمد بتهين في ديني وأنا شوف باجيلك في أحسن زي على شان أورجيك ما هو الدين ما هو جمال الدين أنت الآن تريد أن تقول لي أنك بتشوف الناس مثل الحمير والكلاب وتدعو إلى قتلهم وتأمر وترى أن هذا جائز وتأمر بأخذ نسائهم وسبيهم وتواقعوهم وتمارسون معهم الجنس بعد أن قتلتم أزواجهم وتأخذون أطفالهم وتسترقونهم وتأخذون بلدانهم وتسرقون أموالهم باسم الغنيمة تأتي وترد تقول لي أنا لأنه أنا لابس جيد أنا إنسان محترم جارس قدامك كيف يا أستاذ أنت حافظ لك شريط كل يوم بتعيد يا أستاذ محمد كيف كل يوم أعمل هذا الكلام إلى آخر نفس في حياتي يا أستاذ محمد ما في وطأ كده بس نحن عاملين زي الوحوش نابد أن يتزوجها والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يتزوج أماء فليؤدبها ويحسن إليها ويحررها ويتزوجها هذا بمعنى الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إذا تزوجها هذا الأماء شايف الأماء إذا تزوجها الأماء يجوز لك مواقعتها بدون زواج معاك أنا معاك ويجوز لك أنك بعد أن تواقعها إذا استبرأ رحمها أنك تبيعها صح؟ هذه أماء جاوبني صحي أولا صحيح وين المشكلة في الموضوع يا أخي ما فيك تحط الأماء عند الحرة لكن الآن الآن النساء الملحدات الحرائر أستاذ محمد الحرائر يزنون وعائشة قالت أو تزن الحرة يا رسول الله وهذا كان الدين لسه جديد جاوبني بالله عليك حل الغامدية لما زنت كانت حرة أماء والله ما بعرف ما بقدر أجابك ما بعرف بس أتصور هي غامدية يعني بني غامد يعني عائلة كبيرة كانت أتصورها حرة قالت عائشة أو تزن الحرة يا رسول الله لماذا تزنت هذه الغامدية؟ أنا أقول لك لماذا زنت؟ معصية لأن الناس في الجاهلية ما كانوا يزنون إلا يعني حالات نادرة بينما في الإسلام ساءت أخلاقه لا تدلس الله يرضى عليك هذه الحقيقة هذه الحقيقة إذا نبيك 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 في الشارع جالس مع أصحابه ببصبص على نسوان المسلمين أستخبر الله وأتوبولي نظرة نظرة يعني وين المشكلة وذهب إلى زوجتي وجاء معها وين الغلط شو معنى نظرة أخرى؟ حل فيك الساعة تقوم شاهوته؟ أنا بصير معاي نفس الشوت والله يمكنك تسمعني والله تفق فيها الحمد لله يعني بتعرف أنه في ضرورة فساد أنت ممكن تطلع على النسوان في الشارع وتقوم شاهوتك؟ لا أنا ما عنديش هاي الأمر الحمد لله يعني إذا صار معايا يعني إذا صار معايا لا أنا أعوضه بالله إذا بتصير معايا آو الله بروح للزوجتي يعني أنت ممكن تطلع على وحدة لحظة تطلع على وحدة في الشارع تقوم شاهوتك؟ بتحب أتكلم لك الحقيقة؟ ما فيش مشكلة طبعا يعني أنت تقوم شاهوتك على نساء الناس؟ لا هيك هكذا يعني أصير على قبهم وأطمسمس لما قامت شاهوتك هذه المرأة مو زوجة حدا أو أخت حدا أو بنت حدا أو يعني تتحرمني من نظرة؟ تتحرمني من نظرة؟ أباح لي بها الإسلام يا أخي؟ نظرة يا أخي نظرة أنت الآن بهذه الطريقة لما بتروح لما نبيك لما تقتدي بنبيك عادي جدا بتروح تطلع على إمرأة فبتقوم شاهوتك وتجي لعن زوجتك صحيح؟ أخلاق برأيك؟ أخلاق طبعا والله حتى لا يحدث فساد بالشارع على قليل ما زنيت أنا يعني أزني أحسن هذا اللي أنت تعمل وتعرف معناته؟ تعرف متى تقوم شاهوتك؟ تعرف متى تقوم شاهوتك؟ الله يشوف هذا الزمن هذا هذا الزمن ما في منه الآن أنت عارف صار يعني صار سبهل لي أنت فاهمني صح والله مو الصح؟ بس أنا بحكي لك إذا كانت العملية ناشفة هيك يعني كل العال كلها رجال وفجأة أشوف واحدة والله بجيب بعدين بصروحة زوجتي يعني بحكي لك إياها جاوبني جاوبني متى متى الواحد تقوم شاهوته؟ لا الله ما بعرف بيقوم بتقوم شاهوته تتحرك شاهوته لما يفكر بالجنس هو هذا الأصل ها؟ لما النبي محمد قامت شاهوته شاف هذه المرأة قامت شاهوته على ماذا؟ واشوف أنا لازم أنا بحكي لك هذا الحديث هذا الحديث أتصور أنه صحيح وفيه اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم شايف؟ وأنا دخلت في موضوع هذا الحديث فرأيت أنه يعني أنه هذا الحديث يعني جدا جدا فيه حفاظ على عدم الزينة برا وإن أنت شايف الآن الزينة يكثر الفساده في البري والوحب أنت مستوعب الفكرة؟ نبيك الآن لما قامت شاهوته على هذه المرأة كان يفكر بشو؟ يعني كان يفكر فيها قصدك؟ لما قامت شاهوته لما قامت شاهوته وهو يطلع على هذه المرأة هل هذا قدوة؟ أنه أنا أقتدي بإنسان يطلع على إمرأة من نساء المسلمين فتقوم شاهوته؟ طيب هو نظر نظرة ولا بس وصها؟